حلقة النهاردة في الإنترو مجاهزين لها موضوع مرتبط بالمشهد اللي احنا بنشوفه ككل مقارنة سريعة كده توريك احنا فين يعني في مصر وفي أفريقيا وقفين فين والعالم كله بتحرك فين عشان لما بنقول ان احنا الفرق بيننا وبين العالم اللي احنا بنحاول نوصله أو بنحاول نلحقه سنين كتير سنين ضوائية يمكن المسأل البسيط ده كان يوضح الفرق وقصة الجواب اللي احنا بنتكلم عليه عارف فين الجواب عارف يرحمكم الله ومشانا اللي اعطاست يا رايس طب يرحمكم الله ولنا يا رايس ولنا 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 اما المين يبقى في حد غريب بيننا هي بالزبط تقريبا ده المسأل اللي ينطبق على هو الجواب راح فين لما تشوف المشهد والطريقة ده طبعا لا ينفي على الاطلاق طبعا الجريمة اللي ارتكبها لاتحاد الافريقي بس بيحاول يستخبى في الحتة دي يعني هي جريمة واضحة المعالم ومكتملة الاركان زي ما بيقولوا عليها اهل القانون يعني اللي هو يعني من الاخر كده انه الشرط الوحيد مفترض انه اللي يبقى حريص عليه تحدي افريقي في مباراة من النوع ده انه يبقى ملعب محايد هم قرروا انه هم يلعبوها في ملعب واحد او المباراة لنهاية لعب في ملعب واحد بشرط انه يكون ملعب محايد وبشرط طبعا ما ينفعش انه كل سنة يبقى هو نفس الملعب في قارة فيها اكتر من خمسين دولة يعني ولسه كان عندنا دولة كبيرة جدا زي الكاميرون مستضيفة بطولات والسنغال مستضيفة بطولات وكلهم عاملين ملعب جديدة وعايزين يسوقوها وعايزين يبقى لهم يعني مكاسب منها يعني ما علينا مش قصتنا الاتحاد الافريقي الحقيقي قصتنا هي وده نموذج صغير جدا يوضح لحضرتك ازاي بتدار شؤون اهم لعبة شعبية وجامهرية في مصر فكرة التواصل في عاصل الانترنت والسوشال ميديا اللي حصلة بين الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي لكرة القدم والاتحاد المصر لكرة القدم الكلام في الاخر بقى بنقصة بندور على الجواب أصلاح مش عارفين مين الجواب ونفرقع بقى بلالين كده في الهواء أصل الاتحاد أقل 12 واحد والاتحاد ماشى 12 واحد على خلفية انه مش لقيني الجواب جواب جواب ايه يا جماعة جواب ايه احنا بندور عليه واللي انتوا بتتويهوا الموضوع في تفصيل ده احنا لو الجواب ده يعني لو هي قصة جواب فعلا احنا نبقى قدام مهزلة واضحة وصريحة وعلى كل شخص مسؤول في اتحاد كرة القدم سواء كان اسمه لجنة سواء كان اسمه اتحاد منتخب انه يعلم مسؤوليته ويتنح عن المشهد دي تبقى فضيحة لما نحمل في النهاية قصة لموظف حتى يعني لو افترضنا جدا السيناريو ده حصل فعلا وفيه موظف اخطأ ده يتحملها الحقيقة رئيس الاتحاد ومجلس ادارته قبل الموظفين الصغار اللي في النهاية مش عارفين يمشوا منظومة تواصل communication اهم اهم يعني واحدة من اهم ادوات العمل في العصر الحالي communication tools تتكلم على جواب وصل ووضاع ومش عارف ايه والسيناريو الحقيقة مفضوحة قوي يعني انا مش عايز ادخل انه غدا لنظره قريب وغدا ده قريب جدا السبت انتظروا الحقيقة كل الحقائق والملابسات المتعلقة بالمشهد في مباراة نهاية افريقيا لكن الحقيقة